السيد عمر من المسلاتة يقول ما حكم هدم المنابر في المساجد هو يقصد بحكم هدم المنابر أن بعض الناس يرى أنه لا يجوز اتخاذ المنبر الذي يزيد على ثلاث درجات هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء من قديم الزمان وهي حكم زياد الدرجات المنبر على ثلاث درجات وأذكر أن بعض مشايخ ليبيا هنا الشيخ علي سليمان زوبي ذكر الله بالخير عند رسالة في ما سسمها التدبر في حكم زياد الدرجات المنبر وهذه من المسائر التي لا يجوز الانكار فيها أنك انت تأتي إلى مسجد فيه منبر يزيد على ثلاث درجات إذا كان مذهبك أنه لا يجوز مثلا فهذا إذا أنت أشرفت على بناء مسجد اجعل المنبر ثلاث درجات أما أن تلزم الناس بهدم أو إزالة المنابر التي تزيد على ثلاث درجات هذا أمر لا يجوز هذه المسألة موجودة من قديم الزمان واختلف فيها العلماء وألفت فيها كتب ورسائل وكذا وإحنا عندنا القاعدة تقول لا يجوز الانكار في المختلف فيه وإنما ينكر المجمع على تركه لم يجمع العلماء على تحريم زيادة درجات المنبر فوق الثلاث ومن ثم لا يجوز شرعا أن يتخذ من هذا القول وهو تحريم الزيادة على ثلاث درجات في المنبر مطية لإزاحة المنابر وإزالة المنابر المبنية داخل المساجد فهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء وإزالة والآن يؤدي إلى منكر وفتنة بين الناس وهذا يعني المسؤول عنه هيئة العامة للأوقاف أو هيئة الأوقاف والشهول الإسلامية هي المسؤولة عن منع إزالة المنابر في مثل هذه الأمور نعم ترجمة نانسي قنقر